السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني وأخواتي بالله أحباب بالله موضوع هذه الحلقة اللي هي سجود الملائكة وتكريم الله إلى آدم وضرية آدم ومن هو الأكرم فأحباب بالله يعني أنا بدأ بيلك وإن شاء الله يعني فيها بحث للقرآن وتدبر للآيات وكل أشطة تقريبا نفس الموضوع نفس الإسلوب والطريقة وبشجع الأخوان المسلمين والمؤمنين وأحباب بالله إنهم اتبوا هذه الطريقة لأن هذه الطريقة تفتح الرأس يعني العقل وتخليك تشوف أبعاد كثيرة يعني تستعمل القرآن وتشوفه فعلا إنه المعجزة العظمى والكبرى فهنا نسكتير هجر القرآن وعارضوا عنه وبطل يخذوه كدليل بتسمع كثير من العلماء والشيوخ بتناول القرآن يعني بجزئية بسيطة بالموضوع مثلا بحكي ساعة بتلقي حكي خمس دقائق أو دقائق عن القرآن وترك الباقي والباقي عن قول فلان وعلان مش خطأ الواحد يستعمل أقوال بعد القرآن مثلا زي أقوال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لأنه برضو هاي من الدين وأقوال العلماء مش خطأ بس خلوا الأكثرية القول يكون هو قول الله كلمات الله لأنه أفضل الكلام وأحسن الحديث وفضل كلام الله على كلام غيره كفضل الله على خلقه لا يعلى على كلمات الله شيء فهذا اللي أحب أخلي إخوالي ينتبهوا إلو وارجعوا للقرآن الكريم وأرجعكم هاي على طريقة بسيطة وهي أربع خمس آيات بس كيف الواحد يدور على كلمة مثلا التكريم أو الأكرم أو أكرمكم كلمة واحدة بتلاقي إلها أزاء كثيرة في القرآن الكريم بتبين لك شو معنى إيش إن أكرمكم عند الله أدقاكم وليش الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لأدم أحباب بالله بنجعل سورة الحجرات أي 13 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس وإننا خلقناكم من ذكر وأنتى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أدقاكم إن الله عليم ونخبير يعني هذا قول للناس جميعا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنتى إلا هو أبان آدم وهم نحوى عليهم السلام وجعلناكم شعوبا تعالى شعب الدولي يعني مثلا قداش في دولة وقداش في شعب وقبائل في نفس الدولة يعني نفس فيها قبائل كثيرة في كل البلد وجعلناكم شعوبا وقبائل ليش؟ لذلك نقاتل ونذبح بعض ونقل حق بعض ونقتصب بلاك بعض لا؟ لتعارفوا لتعارف إن أكرمكم عند الله أدقاكم عند الله أكرمنا وأدقانا مش عند البشر لأنه ما حد بعد مقدار التقوى إلا الله سبحانه وتعالى إن الله عليم الخبير هاي أحباب الله مين أكرم الناس عند الله سبحانه وتعالى هو أدقانا بصورة الإسراء 62 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لإحتلقنا ذريته إلا قليلا يعني الشيطان لما الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلى إبليس استكبر أبو استكبر وكان من الكافرين شو قال قال أرأيتك هذا يعني يشعر آدم ذريته آدم أرأيتك هذا الذي كرمت علي يعني الله في فضله كرم بني آدم وآدم على مين على إبليس وعلى الملائكة قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتلقنا ذريته إلا قليلا شوف كداش حق إبليس بالفضل أنه الله كرم الله سبحانه وتعالى كرم سيدنا آدم وذريته في سورة الإسراء أي سبعين قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلَةً يعني الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم وَحَمَلْنَاهُمْ إِيشْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَّيِّبَاتِ بس وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ مَا خَلَقْنَا تَفْضِيلَهُ هل سعر في ناس بيقول أخي 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 بس الملائكة والجن سجدوا لآدم أول ما بقول لأخي بني آدم ما حكي عن آدم عن بني آدم يعني في ناس كثير زي الكفار بيكرمهم على الملائكة لا المنافقين والمجرمين واللي في قلوب من مرض وخاصية قلوبهم والسفاحين وتجار المخدرات واللي ما بيخشوا الله أبدا أخذونا ما إلهم البهائم أحسن منهم يعني أوطى من البهائم لا الله سبحانه وتحكي بك أنا الصالحين والصالحين درجات فيه إيش رفع فوق بعضكم بعض الدرجات فبتلاقي إنه إيش كل ما زاد تقواك كل ما ارتفعت درجتك كل ما زاد تكريم الله إلك عشان ياخذ في نوعية من الناس في سورة الفجر آية 15-16 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمًا وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانًا لا تكون من هذول الناس يعني إن من واحد تكون حياة سعيدة ومال كثير وبسط وما في أمراض ولا بلاء ولا ابتلاء وبقول ربي أكرمًا لما الله سبحانه وتعالى بيبتليك وبقلل عليك الرزق بتكون الله بهني هذا إنسان بقول من أعداء الله سبحانه وتعالى المؤمن بصبر في الضراء وبشكر في السراء وبهيق بزيد إيمانه وبزيد تقوى وكل ما ابتعد عن الكبائر بكون من المتقين وإذا ابتعد عن اللمى مرصى غائر هذا الإنسان برتفع درجته في التقوى اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم عمين أنا وكل من سمع هذا الشريط اللهم اجعلنا لذين يستمعون القول في التبعونه أحسن استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته